اشتركوا في القناة مرة الصراحة تعليقات قوية جدا وهو فيديو اعلان التوبة بتاعي ولا انا بعدت عن تحليل لعبة كمال اجسام ولكن ما بعدتش بشكل كامل على لعبة كمال اجسام ان شاء الله هنشتغل على الطبيعي ان شاء الله هنشتغل على التمارين على المعلومات على الكصص الكصص هكون في قناة ولكن النهاردة ان شاء الله هتكلم على حقيق اول مرة حضرتك تعرفها حقيق فعلا فعلا انت مسمعتاش قبل كده وعاوز اقول لك اكثر من حوالي 98 في اللعيبة او من اللعيبة اللي انت بتشوفهم في الوطن عربي او الغرب الاسف سيئين جدا بتقول يا عمي متحط والله يا جدعان سيئين جدا انا في البداية بس الحلقة دي قلت اخلص كل حاجة مبيني ومبينكو على اللي فات على تحليل لعبة كمال اجسام وارتباطي باللعيبة ومعرفتي ما شاء الله اللعيبة كتيرة جدا كهوة ومحترفين واجانب وعرب ولكن طبعا الاكثر هو العرب اكثر من 95% الاسف الناس سيئة جدا المدربين سيئين جدا اللعيبة سيئة جدا بتقول يا عمي متحط انت بتلغبط في الكلام انا زي ما بقولك كده دي مبيني وما بينك علشان احنا اخوات متاخدش حد كدوة وانتو تقريبا شايفين واضح الامور كلها الفترة اللي فاتت واضح قد ايه الناس فعلا اللي بيعود يقولوا كدوة ومش كدوة وطلع منهم وصدر منهم ايه واضح برضو البعض الناس اللي طلعوا ويتكلموا على شخص تاني واللي هما يقولوا او عمل او سوى للأسف هما طلعوا ووقعوا في نفس الغلق والصراحة واحد بس وحيد هو اللي لقت النقطة دي وقال هالي وانا الصراحة كنت شايفها واللي هو ربنا ربي كفينا شر الفتن بيقول لي الاف الفتنة تسقط وهو ما فعلا سقطوا في نفس اللي حصل فسبحانك يا ربي لما اتكلمت الفترة اللي فاتت على لاعب اللي هو بيدعم الشواز واقع وخلي بالك ودخلت كلمت اللعيبة مع ان كان الناس دي منهم حبيبي والفترة اللي فاتت وبعمل فيديوهات عليهم وبتكلم عليهم ولكن النهاردة جاي اقولك الحقيق طبعا شافوا الرسالة ونفضوا ولكن برضو للأسف الاف الفتنة تسقطوا عشان كده بقولك ربنا ربي يكفينا شر الفتن ويكفينا شر نفسنا واقع تاخد حد كدوة كدوتنا هو الوحيد رسولنا وحبيبنا وشافعنا وقائدنا وكدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم وعليه افضل الصلاة واسكه تم السلام هو الوحيد فعلا اللي انت تاخده كدوة كل الناس اللي ظاهرين على السوشال ميديا بيجملوا نفسهم على قد ما يقدر علشان الشركات الرعية علشان المشاهدات علشان اي حاجة في نيتهم ولكن النقطة اللي عاوزة والهلك ولا انا ولا غيري تاخدنا كدوة والله يا جدعان بسبب تعليقاتكو حوالي تعليقين ثلاثة عليا والله بكيت لان فعلا اوعى تفتكر اللي انا كويس او كل الناس كويسين ولكن عاوز اقول لك الواحد بيجتهد على قد ما يقدر اللي يقرب من ربنا سبحان وتعالى زي ما بقول لك وهنختمها اللي هو ربنا ربي يكفينا شر الفتن ما زهر منها وهو ما بطل اللي بيحصل يا عميمتها اي حد بيتعمك في اي حاجة اي حاجة فعلا الحرفين بيتعمك فيها جامد 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 مفيش كلام بعد الكلام هيعرف حقيقة وحقيقة للأسف مش عاوزة اقول غير اللي هي سيئة جدا جدا مش عاوزين نقول الفاظ ولكن فعلا سيئة فانما تعمقت في اللعبة دي للأسف شفت بلاو كتير شفت منظمات شفت الكبار شفت المسئولين فعلا الطلب مني قبل كده اللي انا اجمل سورة ناس مسئولين بدون ذكرى اي حاجة ولكن انا مش دي القاعدة بتاعتين والحمد الله شكر الله الله خير وحافظا وهو رحم الراحمين انا الحمد لله شكر اللي ما بطلعش اللي اقول الحق والحق اللي ده مفروض كل الناس تقوله ولكن للأسف الحق ده زعى الناس كتير زعى الناس كبار اوقعت تفتكر الفترة اللي فاتت عشان بطلع عامل فيديوهات الحمد لله شكر الله ويبقى تكلم وما فيش اي حاجة ومتحة طبيعي الموضوع كان ماشي طبيعي او ستيبل زي ما بيقوله كده اللي هو ماشي في الطبيعي والدنيا بيس وكل حاجة طلب مني اللي انا ازور حقايق الطلب مني اللي انا اقول حاجات اللي انا امدح في ناس ناس مسئولين طبعا وانت فاهم قصد ايه ولكن مش متحة اللي هو يطلع يقول حاجة غير الحق والحمد لله لان الحق حق اني والطبع فما احنا نقول غير الحق هنبقى قدام ربنا سبحانه تعالى ايه حتى لو لعبة عامل متحة اه حتى لو لعبة زي بالزبط الجزء التاني اللي هو الناس اللي هم كتير اكلموني ولعيبة ومحترفة وبينزلوا على مصارح مستر اوليمبيا برضو من دمن الناس اللي هم اكلموني اللي انا اطلع اجمل في بقية اللعيبة ليه عامل متحة عشان ما تكونش مكروه لو تاخدوا بالكو الفترة اللي فاتت او السنين اللي فاتت لما كنت باطلع اتكلم على اللعيبة واقول دايما العرب ولازم نشجع العرب ومرة واحدة متحة انسحب بقاله فترة اخر مسلا سنة ونص سنتين ما بتكلمش على اللعيبة علشان للاسف حصل بلاو كتير او كنت بحاول فعلا اللي انا مقولهاش للناس علشان ما فيش حد يحاول على قد ما يقدر هو كمان يشيل عداوة من شخص لشخص تاني حتى كمان مش بس كده لبعض الدول الناس اللي بيقولهم يتحد انت كنت بتدور على مشاهدات والكلام ده كله والله يا جدعان انا لو بدور على مشاهدات كنت فعلا نزلت حقيقة كتيرة وحاجات كتيرة حتى كمان العزو اللي بيعملوها او الخناءات اللي بيعملوها وكل لعب يتجمع مع الشلة بتاعته علشان يضرب في لعب تاني واحنا اكيد او بعض الناس شافوا الكلام ده ناس او مجموعة من اللعيبة ايا كان جنسيتهم يروحوا الجنسيات تانية يضربوا في بعض برضو داخل محتوى لعب الكمال اجسام انا مش بتاع الكلام ده كله هاوز اقول لك من ضمن الحاجات الغريبة اللي انت ممكن تستغربها حد توصل معي على الميل الرسمي بتاع القناة انا محامي كزا من دولة كزا وهنرفع عليك من المحامين بتوعنا في مصر عليك قضية بسبب ايه عم يمتحت زي ما حضرتك قلت كده اكيد بسبب تحليل لعب الكمال اجسام انت متخيل وصل التفاهة لايه علشان بحل لعب الكمال اجسامه واقول الشخص ده للأسف عنده نقط ضعف هنا وهنا ومش افضل حاجة والحمد لله بقول الحقيقة كان هيترفع علي قضية والحوار كان كبير ولكن الحمد لله والشكر الله الله خير حافظا وهو ارحم الراحمين هل انت فعلا كنت تتخيل حاجات دي حاجات كتيرة بقى ده غير التهديدات ولاعب يكلمني على لاعب كتير حصل الكلام ده الاقي مثلا لاعب بيحب لاعب محترف او ايا كان اللاعب ده ما بتتكلمش عليه والله يا جدعان ما حصلتش مرة واحدة حصلت كتير من لعيبة علشان بتتكلم وبقول عندهم نقط ضعف ومش افضل حاجة وانتوا كنتوا بتشوفوا ومؤيديني وبتكتبوا تحت في التعليقات صحة يا متحد احنا ما كنا شايفين الكلام ده والحمد لله شكر الله شوفناه ناس كتير كانوا فاكرين كل العرب مظلومين او ما ينزلوا عن مسرح اول حاجة بالنسبة لهم هو مظلوم ولكن لما متحد طلع على مرة السنين اللي فاتت دي اتكلم وبالذات اما انا شديت وقعد تدعي ربنا سبحانه وتعالى اللي انا اتكلم بالحق او اكون حقاني اكسر فاكسر وبقيت اتكلم في البطولات واحلل البطولات اكسر فاكسر وبالذات اللاعب الوطن العربي متحد للأسف فا مكروه وجالي من لعيبة ولعيبة مشهورة في الوطن العربي كزا لعب يقول لي يا متحد ده بالشكل ده اللي انت بتكره اللاعبها فيك ليه? علشان للأسف انا بقول الحقيقة فخلي بالك من النقط دي ده غير اللي في لعيبة او ناس عملوا عزوة مع ناس تانية بحيث اللي هما يقضوا على متحد مش بس كده فيه تلعت ناس تشتمني وسبح لك ربي الله خير حافزا وهو ارحم الرحمين عاوز اقول لك والله وباحلف لك بالله وحلفت كتير في الحلقة دي بس ربنا شهيد علي لعيبة او كم لعب قلبوا علي ليه علشان انا بقول الحقيقة مش بس كده اللاعب دي بنفسها واللي ما كانش فيه حد يعرفها في الوطن العربي وعرفتها للناس او عرفتها للناس الناس اللي معرفوش اللي انا كان عندي فيوز اكتر من ميت مليون ميت مليون مشاهدة الناس اللي معرفوش اللي انا مساحتهم اكثر من تلات تلاف فيديو مجمعين اكثر بس على اليوتيوب اكثر من ميت مليون مشاهدة فبالتالي لما كنت باتكلم عليهم بنشرهم وانتوا بنفسكوا قلتوا كده ومش بس كده اللاعيبة قالت بنفسها متحت والحمد الله شكر الله ومنهم لعب محترم كان سنة عشرين عشرين ولا واحد وعشرين قال متحط احلى حاجة عنده اللي هو بيتابع كل الناس من الوطن العربي وتخيلوا يا شباب بعض اللعيبة اللي هم كانوا اول ناس يبعتولي الاخبار فاكريني ما انا كنت بتكلمه ولا اقولي الاخبار الحصرية وما فيش حد يعرفها سبحانك يا ربي لما الناس دي سقدت في البطولات واكلمت عليها اللي هي مش اقولك بالسوق لا بالصحة وبالحق وللأسف ناس منهم عملوا لي بلوكات والأسف في ناس سمعت من ناس تانية وانا ما بسمعش الحد اللي هم يتكلموا علي بالسوق فخلي بالك من الناس خلي بالك من اللي انت بتتعامل معاهم من اكبر لاعب لاصغر لاعب من اكبر لاعب لاصغر لاعب فعلا فعلا لازم تركز مع نفسك وتركز في مين اللي انت بتدعمه ومين اللي انت فعلا واقف جنبه ناس كتيرة فعلا دسوا علي او حاولوا يدوسوا علي علشان اعمل حاجات معينة واقول حاجات معينة كلها برضو على ليه؟ على تفاهد تحليل لعبة كمال اجسام والكلام ده كله وحاجات ولا لها اي لازمة ولا دنيا ولا اخرى الا طبعا كمال الاجسام الطبيعي اللي انا دايما اقول لك ده نمبر ون بالنسبة لك لازم لعبة كمال اجسام قبل ما تلعب اي لعبة لازم فعلا تحط لعبة كمال اجسام هي رقم واحد بالنسبة لك الصراحة لعبة كواية جدا ولكن لو مشيت بداية صح ومشيت بتمرين صح طبيعي من الاخر فانت متخيل اللعيبة كتير يقلبوا علي بسبب اللي انا بقول لحق مش بس كده لعيبة كانوا حبيبي ولعيبة فعلا كانوا بيبعتوا لي الخبر قبل اي حد كمدربين او لعيبة ولكن للأسف لما بتكلم عليهم في البطولات او بدأت اتكلم ومستوهم للأسف اللي وقع مش بخطري ولا بمزاجي ولا باي حاجة للأسف قلبوا علي وفي ناس منهم عملو لي بلوكات طبعا ربنا يهدينا ويهدي الجميع ولكن انا يهمني فعلا فعلا انناس كلها تبقى عقلة الناس كلها تبقى وعي على الكلام الكبير اللي بيحصل ولناس كتيرة فاكرة فعلا لعيبك كمان اجسام او اي حد بيتابعوه يا مهنة ما هناك يا جدعان والله والله وربنا شهيد علي حصل بلوة فعلا كتيرة والواحد كان مستحمل وان شاء الله انا مستحمل وناس كتيرة كمان اللي حاولوا يدروني ايا كان مين هما والجماعات وحتى اللعيبة او الناس اللي عاملوا عزوا عليها سبحان الله هرجع وقولك الله خير حافظا وهو ارحم الراحمين عاوز اقولك تنهي الموضوع ده ازاي هو ببساطة بدينك واخلاقك وتربيتك ودينك قبل اي حاجة ان شاء الله هتنهي كل حاجة بسكوتك في بعض الاوقات السكوت مش ضعف ولكن بحكمة فكل ده من فضل ربنا سبحانه وتعالى عاوز اقولك قبل ما اتكلم على لعيبة معينة واعمل حاجة تقيلة واتكلم على حد معين الحمد لله الشكر لله وربنا شهيد عليك وانت بصل ركعتين الحاجة علشان ادعي فيهم بعد ما خلص دعاء صلاة الحاجة مهمة جدا وصلاة الحاجة مهمة جدا جربوها لاي حاجة في حياتكم انت فيديو التوبة بتاعي الحمد لله والشكر لله كان لازم اصلي ركعتين لله بصلاة الحاجة وطبعا ادعي دعاء صلاة الحاجة علشان ربنا يوفقني وادعي اللي ربنا يوفقني اللي انا اعرف اتكلم بالحق طبعا قبل اي حاجة واتكلم بالعقل ان شاء الله وطبعا الحمد لله والشكر لله وده فضل من ربنا سبحانه وتعالى ربنا كان بيوفقني والحمد لله في كل حاجة وما فيش حد قدر يمسسني أو يقعني أو يعمل أي حاجة وبرضه هرجع وقولك الله خيره حافظا وهو رحم الرحمين مش مني ده بفضل ربنا سبحانه وتعالى علي فالحمد لله والشكر لله عشان كده بقولك حاول عندما تقدر تدخل كل حاجة وتحط في الأول والأخير ربنا سبحانه وتعالى قدامك في أي حاجة بتعملها وده يمكن الحمد لله شكر لله اللي وفقني اللي انا اخرج من اللعبة دي سالم اللي وفقني اللي انا حتى كمان اتوب من اللعبة دي في بعض الناس بيقولوني مات حتى طويتين انت عملت ايه احنا مش شايفين ان انت عملت حاجة لا لعبك كمال اجسام وتعري كمال اجسام وان شاء الله استنى الفيديو الجاي فانا عاوز اقولك حط ربنا في الاول والاخير في اي حاجة وهرجع في الاخير اقولك اوقع تاخد حد كدوة اوقع تفتكر الناس مية في المية ولنا ولا غير مية في المية ولكن انا الصراحة ادي قوي من اللي هو بيطلع بوشين وشه قدامك جميل وفي الخفة او ما يخفي زي ما بيقوله كان اعظم ولو انا فعلا عاوز اطلع عامل مشاهدات اطلع واقول الناس اللي هم شتموني واعمل فيديوهات اتكلم على الشيتيمة واتكلم على اللي مش هارف اعمل ايه بس مش انا مش انا اللي اعمل فتنة فربنا ربي يكفينا شر الفتن ربنا ربي يحفظني ويحفظكم وفي نهاية حلقة النهاردة عاوز اقول لك بسم الله الرحمن الرحيم وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفيك الا بالله عليه توكلته وليه ونيب صادق الله العظيم سبحانك اللهم وبحمدك اشهدوا ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك ما تنساش دعواتكول اخواتنا ربنا ربي انصرنا وانصرهم نصر عزيز ومكتدر والله الله ربي لا اشرك بيشان نسته والامين نسته والله الله ربي لا اشرك بيشان شوفك على خير تنسانيش بلاك وشير سلام عليكم شباب